في الأثناء فاد حزب الله في سلسلة بيانات له أنه استهدف المنظومات الفنية في موقع العاصل الإسرائيلي وأصابها بشكل مباشر كما استهدف الحزب تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في كفرشوبا وقوة للاحتلال في محيط موقع الراهب بواسطة القذائف المدفعية وموقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة كما استهدف الحزب تجمعا لجنود الاحتلال في موقع باركتريشا إضافة إلى مبنى يتمركز فيه جنود إسرائيليون بمستوطنة المنارة وضف الحزب أنه حقق إصابات مؤكدة في جميع هذه العمليات